موسيقى مثل على ذلك يعني اللي بمثل هي لعبة البلياردو هي السؤال للشباب وين حماس الشباب يلا لاشوف اكيد اللي بتعرفوه اللي لعبة البلياردو كلها اتناها الشي تمام حلو الكلام فمعناتو هلا كناول شي بنا نختار الشباب لنشوف مين الشباب اللعبانا بدي يشرح لنا كيف بتكون هاي اللعبة طيب نجلة ما في غير نجلة بتشاركنا اه شبتي معيك انا يلا تفضلي انا اشرحي لنا كيف بتكون هاي اللعبة انا ما لعبها انت ما بعض لعبها كيف بتكون هاي اللعبة عن سهي لعبين بيكون في طابات عنا والطابة البيضة بيك تضرب فيها وفي طابات عليها ارقام وطابات انتجة قسم الملونة فالفريق الاول يعني الشخص الاول اللي راح يضرب اللون اللي بيدخله اول هو راح يكون الو واللون اللي راح يبقى بالمرمى تبع البلياردو راح يكون له الشخص التاني وهيك لحتى يدخله كل الطابات وبس الشخص التاني خلص طاباته اول وضلت السودة ودخل السودة راح يكون هو الفائز تماما تمام بطا بس هلو الكرات الحمر يعني لم يبدي يكونوا للخصم اللي لقليك انسي هلاك حسب هلاك ما بعرف انا الصورة غريبة علي لانه لك انا لعبة كانت غير هيك ايوه طيب شباب لق انسي هنا وبيجو لونين انت اسستا عني بالشباب هالمرة ايوه الشباب يلا يا شباب يانسي السورة نظامية انهم بجو لونين بجو لونين طيب ايوه طيب ايوه طيب ما في مشكلة نظامي ما كانت نظامي في كمان فينا ان احنا نشارك ايوه طيب هي طيب تحكينا حركة الكرات كيف تكون يعني حسب ما انا اول ضرر راح تكون اول ضرر راح تكون بالكرات راح تكون عن نص اه تماما وبعدها راح تروحوا كل واحدة بالجهة وبقوا حسب اه ها طيب طيب ما خطر على راح تدخل البلياردو بالطبخر بتكون حركة عشوائية ممتاز بتكون حركة عشوائية حلو الكلام طيب ما خطر على بالكم انه ايش دخل التوخر باللعبة البلياردو اه سيء يعني وقت تصادموا الكرات كل واحدة بتروح يعني عطرف كل واحدة بتروح على الطرف تمام ممتاز طيب في بعض الكرات انهم بيروحوا على الهدف ما هيك؟ نعم انسي يلا اه فبهي الحالة انه اه بديروح على هدف طيب بهاي الحركة انه عندي انا الكرات طيب دخل البلياردو قال عند تصادم الكرات البلياردو ببعض يلباط فان جزئة هذه الكرات يكتسب طاقة حركية في حين يفقدها البعض الاخر لما لعبنا في لما لعبتوا انتوا في هاي اللعب فلاحظتوا انه لعبة البلياردو وبعض الكرات دخلوا الهدف فهون بيكتسب طاقة حركية كله الكرات بعض الاخر انه ما رح يتحرك هاي بقوا مثل ما النسابتين مكانهم فهون بيفقد طاقة الحركية ايما بتكونوا متعلاقة الطاقة الحركية لما بيكتسب سرعة ايما بيكتسب سرعة لما بيتحرك الجسم في هون عند تحرك الجسم بيكتسب طاقة حركية تمام؟ بيكتسب طاقة حركية في حين الاخر انه بيفقد بعض الاخر انه الطاقة ايش بيفقده؟ بيفقد طاقة حركية ليش؟ لانا اتضلت السابتي ما تحركت لو تحركت رح تبلغ للسرعة وهي السرعة اللي هي نفس نتيجة نفس لعبة نفس التبخر المياه الكرات اتجهوا في اتجاهات مختلفة بينما انه جزيئات البخار لما تبخروا كانوا في اتجاهات مختلفة ما كانوا في اتجاه واحد لو لعبنا لعبة الوهية اللي قلول كمان انه ممكن تصفوهن ايكي بشكل مستقيم هده لي وبتلعبوا هاي لعبة الشباب كل اليوم لعبة الشباب جبونا لعبي لصوايا طيب هاي كمان في انا يمكننا القول ان متوسط الطاقة الحركية للجزيئات المتبقية في السائل قد تنخفض كيف يعني بتنخفض لما بيتبخر الجسم لما بيتبخر المياه رح تصعد الى الاعلى بالنهاية رح ينتظر عندي ايش تنخفض من درجة حرارتها تنخفض من درجة حرارتها فبتصينا ديا هوني انه هكذا فان عملية التبخر تعتبر عملية تبريد فتتبرد بتشكل الى غيوم تمام تتشكل الى غيوم خاصة اذا كان الجو بارد كتير كان بارد كتير فالتبخر رح يشكل لغيم غيمي تمام تصير هوني عملية باردة تمام وايضا تطبيق في الحياة اللي عنا اياهية اللي هو نستخدم طرق الاحتفاظ على الماء البارد كيف ذلك احنا لنجرات طبعا احنا المعظم ما لنجرات عفوا اه منعرف انه رح جيب لكم المسال من البيئة بيكون فينا قنينة مي وخاصة اي بيستخدم الراعي او هالقنينة يملبسها بقطعة القماش ما هيك ايه نسي مزبوط مزبوط تمام فهي ليش انه بيلبسها قطعة القماش مشان تتنبع مشان تخافظ على البرودة ايوه مشان تخافظ على البرودة تمام فعبية هاي اللي حالي نفس الطريقة التجرة الموزودة انا بقى حاولت انحس على القنينة انه كما لقيت كلها هوا فيها ايه مثل نفسها فتحول على البرودة كيف يعني لما تملق انت قنينة المياه ماء فالقطعة القماش اللي هي ملفوفة على القنينة فتلاحظ انه انت بدأ تحتاج ايش الى برودة مي رح تبلل انت قطعة القماش بالماء فاسناها حركة الجزيئات داخل الماء داخل القماش هي طبعا فين القماش هي مبللة بالماء تحتوي على جزيئات جزيئات ايش جزيئات الماء لو هي قفارات الماء اصار القطعة القماش رح تناصر ينزل منها قطرات ماء اللي هي عبارة عن جزيئات تمام فهي بهاي الحالي بتصدد مع بعض يالبعض فتنخفض من درجة حرارة مين حرارة قطعة القماش وبترتفع من مرودتها بتصير هاي الحالي انه بهي الحالي بتبرد الماء بتصير بارضي تمام فهون فينا نقول شرحنا ايها انه تثبت قطعة القماش مبللة على جانبي القارورة كلما ازدادت سرعة جزيئات الماء المتحركة التي تترك قطعة القماش طبعا نوني جزيئات مثل ما تكلمنا عنها تنخفض درجة حرارة مين قطعة القماش وتصبح قطعة القماش بارضي وبيصدحون عند الماء بارض هاي من طرق الاحتفاظ على الماء البارض ايضا كمان في عندي تطبيق في الحياة اخر اللي هو عندما ترتفع درجة حرارة الانسان هل يمكن انه يتبرد قال نعم احكيف انه يتبرد يقوم الغدد العرقية بافراز العرق من اجسامنا طبعا عندما تبخر هذا العرق مسبب ترطيب اجسامنا صح الكلام اللي خطأ نعم صح تماما هوني لما الانسان بيعراق فبتبخر العرق اللي هو بيكون على جسمنا بتبرد بترتب جسمنا بترتب مو انه بتبرد بترتب الجسم تمام في عندك كلمة بين تبريد وترطيب اما الحيوانات التي بتفقد الغدد العرقي طبعا في بعض الحيوانات ما لها غدد عرقي ما بتحسن انه التعراق بتقوم بتبريد اجسامة بطرق اخرى مثل الكلاب عزاكم الله انه كيف يعني بتبرد اجسامة بالوسط اللي هستلاحظوا انه هوني في بعض الكلاب يعني كانت قاعدة وكانت واقف وكانت عم تركر وكانت عم تمشي بالفاتحة امه وعم تلهس ما هيك ما هيك الخاطئة هاي المعلومات نعم نعم انا ساحتى زلت بالقرآن انه انه الكلب يعني كان اذا كان جالس يلهس واذا كان عم تحرك يلهس اه اه حلو تمام الكلام فما حدث هلأ قصرنا نعرف انه ليش المعلومين ليش كان ليش عبيلهاس اذا كان جالسوا لو واضفة اللي بيركردوا ولا بيتحرك اللي هيكي ما هيك هلأ قاعدنا ليش المعلومي كان يلهس ما نعم انسي مين بيجاوبني عليه مين بيقول ليش وليش وليش شو السبب وشو امامكونا انسي لانه بتبرج اسمع اذا كان عم تلهس يعني هيه هو بيتبرج اسمع ليه اكيدي لانه بدأتلهس بيتبرج اسمع انسي لانه هتفتقد للغضة الدرع العرقية اه ها حلو ممتاز لانه بتفقد الغضة العرقية لما بتفقدها ما بيضلنا احنا عنا غضة العرقية بامكاننا احنا يعني عادي يعني بيفرز عنا الغضة العرقية بتلطب جسمنا بس لكن هولين البعض مو بس فالكلاب بعض الحيوانات اللي هي لما بتلهس اه اه واكبر مثال لهو الكلب اه فبيفق ما عنده غضة عرقية ما بيحسن انه يفرز هالغضة العرقية من جسمه فبدي اسناء الفم واسناء القصبات الهوائية اللي هو بيقدر تنفس من الفم والقصبات الهوائية بيقدر هون يبرد جسمه يبرد جسمه لهيك انه بيحتاج الى التبريد اسناء اللهس تمام؟ في عندنا هون يوقف صغيري لأحد الطلاب المشاركين معنا لماذا تلهث الكلاب اليوم الحار؟ ايجابي على هذا السؤال من؟ لتبريد جسمها اه طبعا عبره ايش؟ لتبريد جسمه عبره؟ اه انسيت عبره اللهس تلهث عبره ذكرناها قبل قليل هي بتلهث ليش بتلهث؟ لتبريد جسمه طيب عبر ايش بتبريد جسمه؟ عبره لانها تقوم اللسان عبره بالتبخر بالفام والقصبات الهوائية تماما شكرا لكم يعني شكرا لكم جميعا يا أصيقات الله الكلاب اللي هي ليس لها غدد عراقي بهذه الطريقة يحدث التبخر في الفام وقصبات الهوائية حتى تبرد جسمه شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم